ونرحب بضيفنا من وسط القاهرة دكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية أهم بك معنا دكتور محمد اليوم يا دكتور محمد إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يعني قال بملء فمه قال ليست هناك أي فرصة ليست هناك أي بادرة لأي فرصة لهدنة ليست هناك أي مؤشرات للوصول إلى أي بادرة لأي هدنة لأن نتنياهو يريد إشعال الحرب في الشمال ويريد إشعال الحرب في الجنوب وفي الوسط ما الذي يعني هذا الكلام؟ بداية أرحب بحضرتك وتحية للمشاهدين الكرام أهلا بك بما يتعلق بإيهود أولمرت من يعرف من يمين نتنياهو أكثر من إيهود أولمرت هود أولمرت رئيس الوزراء السابق صحيح أن بينه وبين نتنياهو خصومة كبيرة لكن هذه الخصومة التي تسببت في جزء من تدعيتها في حبس هود أولمرت وسيجنو فخرج الرجل وصار من أكثر المعارضين لبن يمين نتنياهو لكنه على الأقل في هذه الفترة رجل صادق مع نفسه ويعلم أن بين يمين نتنياهو هو العقبة الوحيدة في وجه إتمام صفقة لتبادل الأسرة ووقف إطلاق النار بالفعل بين يمين نتنياهو لديه هوس بفكرة استمرار هذه الحرض من أجل استمرار حكومته ومد عمره سياسيا لذلك أنا أعتقد أنه يحاول تحويل الجهد العسكري الإسرائيلي من الجنوب من قطاع غزة إلى الشمال نحو حزب الله وجر المنطقة بالكامل إلى حرد بشاملة وإلى تصعيد شديد في مواجهة حزب الله على الأقل وربما جر واشنطن بنفسها وبعتادها وبأساطيلها الموجودة في المنطقة لمعركة طويلة النفس مع إيران في المستقبل القريب هذه نقطة وجهة دكتور محمد هذه نقطة وجهة عادة ما يتم التحدث فيها ونقول معركة ما بين الأمريكان والإيرانيين وإنه ربما إشعال المنطقة يعني في الأساس ليس هناك حدود مشتركة حتى يكون لدينا سبب لاشتعال حرب مواجهة شاملة يعني أغلب الظن إذا ما تطورت الأمور عسكريا ستكون عمليات نوعية لا تريد إسرائيل لإيران أن تصبح قوة نووية بالأساس إسرائيل تحارب أي حلم نووي لدى الدول العربية أو الدول الإسلامية في عام 81 أجهادت الحلم النووي العراقي والآن تحاول إسرائيل جاهدة إجهاد الحلم النووي الإيراني بن يمين نتنياهو منذ سنوات ليس منذ السبع من أكتوبر وهو يضع نصب عينيه فكرة إجهاد البرنامج النووي الإيراني حتى لو كان يخطو خطوات وإيدة وبطيئة لكنه يعمل على ذلك جاهدا وأعتقد أنه يلتقي في هذا الأمر مع المصالح الأمريكية التي لا تود دخول طهران ذلك النادي النووي المحتكر على أيدي قوة بعينها لذلك أعتقد أن إيران نجحت في السنوات الماضية ربما بتزاد في العشر سنوات الأخيرة في محاوطة إسرائيل بحزام من الوقلاء سواء الحزب الله في لبنان أو الشيعة في العراق والحوثيين في اليمن وأصبحت لدى هؤلاء الوكالاء قدرة على ضرب إسرائيل بشكل أو بآخر تتفاوت ما بين حزب الله وباقي الوكالاء وإيران تحاول أن تستمر هذه الحرب بالوكالة مدة طويلة حتى تنتهي من برنامجها النووي إن تمكنت من ذلك ولكنك لا تستبعد يا دكتور محمد ألا ترد إيران هل ما زلت لديك قناعة بأن إيران سترد على اغتيال هنية على أراضيها أعتقد أن صورة الرضع الإيرانية تأكلت كثيرا بعد هذا التمهول وهذا الانتظار صحيح أن هذا الانتظار كلف إسرائيل تداعيات اقتصادية وتداعيات نفسية لها وجهاتها لكن أعتقد أيضا أن الاستمرار في الانتظار مسألة أصابت الرضع الإيراني بشدة وأعطت إسرائيل مهلة للتجهز تجهز وبناء التحالفات من أجل حماية سماوتها ومجالها الجوي لكن أعتقد أن أنا أمام الآن أمام صفقة ربما مفاوضاتها تجري في القاهرة في الساعات القريبة الماضية وأعتقد أن هذه الصفقة ترتبط ارتباطا وصيقا بالتصعيد القادم في المنطقة إن صمم بن يمين نتنياهو على موقفه فيما يخص محور صلاح الدين فأني أعتقد أن هذا التصميم قد يفجر جولة المفاوضات الحالية وقد يدفع بالمعسكر الإيراني للرد لأن عدم الرد لم يعد له أي وجهة وقد تركوا فرصة كاملة وكافية للتفاوت سواء في الدوحة أو القاهرة فلذلك أعتقد أن بن يمين نتنياهو الآن يرى القرى في ملعبه وإن كان يريد منع التصعيد الشامل في المنطقة فعليه بأن يتجه نحو الصفقة والكافة عن شروطه التعجزية فيما يخص هذه الجولة التعنت الإسرائيلي يا دكتور محمد في إبقاء قوات ولو ضئيلة على نقطة ولو واحدة من محور فلاديلفيا أمر يخالف الاتفاقات يخالف كام ديفيد يخالف معاحدة السلام التي قالت أن ليس مسموح لإسرائيل أن يكون لها قوات الحدود مع مصر ويخالف كذلك اتفاقية المعابر في 2005 ما بين الدولة الفلسطينية السعودة الفلسطينية ومصر وهنا نحن أمام نموذج فريد إسرائيل تريد أن تفرض فرضا شيئا مستحدثا يخالف المعاهدات وربما تستعين بوليام بيرنز بالجانب الأمريكي وما شابه ما هو أفضل سيناريو لهذه الأزمة الحالية وما هو أسوأ سيناريو طيب في البداية دعني أتفق معك على أنه محور صلاح الدين في لديلفي اسم بالعبري من خريطة الجيش الإسرائيلي خريطة كودية شفرية يطلق الجيش الإسرائيلي أسماء عبرية على المناطق المتاخمة والحدودية وأعتقد أن اسم صلاح الدين هو اسم معروف ويكوي الوعي الإسرائيلي فأدعو لي التمسك به هو محور صلاح الدين وليس محور فلاديلفي بالعبري هذا من ناحية أما من ناحية أشكرك أما من ناحية ما يتعلق بنقطة التعنط الإسرائيلية فهي أنا أعتقد أنها حجة البليد وليست أكثر من ذلك بن يامين نتنياهو إن أراد احتلال محور فلاديلفي وإن كان يعتبر أن فلاديلفي هو انبوب الأكسوجين للمقاومة الفلسطينية كان لديه الوقت الكافي منذ بداية الحرب للبدء بمحور فلاديلفي لأن القواعد العسكرية تقول أن تقطع الإمدادات عن خصمك أو عدوك وأن تخنق هذا العدو بحيث لا يصل له سلاح أو إمدادات لكن فلاديلفي ليس انبوب الأكسوجين وهي مزعم إسرائيلية محضة لذلك تم تأخير دخول رفح إلى حتى اللحظة الأخيرة ما حدث أن بن يامين نتنياهو في الأسابيع القليلة الماضية يحاور زل زرع قنبلة موقوطة في طريق المفاوضات عن طريق التمسك بمحور نتساريم التمسك بمحور فلاديلفي التمسك بوجود إسرائيلي ما أو بشكل ما يخص إدارة معبر رفح كلها قنابل موقوطة بن يامين نتنياهو يعتبرها حزام أمان يحمي به نفسه أمام اقتلافه الحاكم بن يامين نتنياهو يقف الآن بين جزرة بايدن وبين عصى بن جفير هل يقبل بالجزرة الأمريكية التي تعطيه سلم للنزول من هذه الحرب ولعقد صفق التبادل الأسرة في ظل تساعد فرصه في الفوز بالانتخابات قادمة أو في التصاعد في استطلاعات الرأي أم يخشى عصى بن جفير الذي يهدده بإسقاط الحكومة إن ذهب في اتجاه الصفق أشكرك دكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية كنت معنا من استوديوهاتنا بواسطة القاهرة شكرا شكرا